اشتركوا في القناة اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والمشاهدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والسداد في القول والعمل قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب ورحمه ورفع درجته في عليين في تكملة لرسالة أرسلها لعالم من أهل المدينة قال رحمه الله والكفار الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم يقرون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له النافع الضار المدبر لجميع الأمور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن ولاه توحيد الربوبية لم يجحده أحد من الخلق ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله أما يجيب المضطرة إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض يقولون هذا لله سبحانه وتعالى فالكفار كل الخلق يقرون بتوحيد الربوبية إنما الخلاف بينهم وبين الرسل والدعاة إلى الله إنما هو في توحيد الألوهية وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة نعم أحسن الله إليك قال رحمه الله وقرأ قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار الآية ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فهم مقرون بتوحيد الربوبية ولم يجحده أحد من الخلق إنما الخلاف والمخالفة في توحيد العبادة في توحيد العبادة وهي أن يقصد بعمله ويقصد بتصرفاته وجه الله سبحانه وتعالى هذا هو خوف العبادة نعم أحسن الله إليكم قال قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله وهذا دليل على أن المشركين يقرون بتوحيد الربوبية وقلنا أن توحيد الربوبية لم يجحده أحد من الخلق إنما الخلاف بينهم وبين الرسل والدعاة لله إنما هو في توحيد الألوهية وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة نعم أحسن الله إليك قوله تعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ نعم أحسن الله إليك وَأَخْبَرَ اللَّهُ عَنِ الْكُفَّارِ أَنَّهُمْ يُخْلِصُونَ لِلَّهِ الدِّينَ أَوْقَاتَ الشَّدَائِدِ وَاذْكُرْ قَوْلَهُ سُبْحَانَهُ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ نعم فإنما أنكروا توحيد الألوهية الذي دعت إليه الرسل وأما توحيد الربوبية فهم قرون به معترفون به لم يجحده أحد من الخلق فيما ذكر الله سبحانه وتعالى حتى في الشدائد لم ما كانوا في الشدائد يدعون الله وحده لا شريك له في وقت الشدة يدعون الله أن يفرج عنهم وأن يزيل عنهم المحاذير لكن إذا راحت الشدة عادوا إلى الشرك وما كانوا عليه هم وآباؤهم وأشباههم يعودون إليه في الرخاء فهم يشركون في الرخاء ويخلصون العبادة لله في وقت الشدة هذا ما ذكره الله عن أهل الجاهلية ولهذا بعض الصحابة لما لما دهمهم العدو لما دهمهم دهمهم العدو في مكة في مكة فزع إلى الفلك في البحر وركب فيها فلما ركب فيها أصابهم أصابهم اضطراب في السفينة فقالوا أخلصوا أخلصوا قال وما أخلصوا قال أخلصوا الدين والعبادة لله نعم حتى ينجينا الله من ذلك قال وهذا هو الذي فررت منه ثم عاد إلى مكة وبايع الرسول صلى الله عليه وسلم على التوحيد نعم أحسن الله إليك قال والآية الأخرى وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين نعم هذا دليل على أنهم يخلصون الدعاء لله في وقت الشدة لعلمهم أنه لا ينجي من الشدائد إلا الله سبحانه وتعالى إذا مسكم الظر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرظتم وكان الإنسان كفورا نعم أحسن الله إليك قال رحمه الله وَبَيَّنَ غَايَةَ الْكُفَّارِ وَمَطْلَبَهُمْ من آلهتهم الشفاعة أن تشفع لهم كذا؟ الكفار من جهة الخلق والإيجاد والنعم كلها ينسبونها إلى الله سبحانه وتعالى لعلمهم لعلمهم أن آلهتهم لا تقدروا عليها فهم يطلبونها من الله فهم مقرون بتوحيد الربوبية لم يجحده أحد وإنما الخلاف بينهم وبين الرسل في توحيد الأولوهية وهو عبادة الله له لا شريك له فهم لا يريدون أن يتركوا آلهتهم وإنما يريدون البقاء عليها والاستمرار عليها ومخالفة دعوة الرسل نعم أحسن الله إليك وقرأ أول سورة الزمر تراه سبحانه بيّن دين الإسلام وبيّن دين الكفار ومطلبهم والآيات في هذا من القرآن ما تحصى ولا تعد نعم في سورة الزمر بيّن الله أن المشركين يخلصون لله في توحيد الربوبية وقت الشدائد وأنهم يشركون في وقت الرفا وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه ولما نجاكم إلى البر أعراضتم وكان الإنسان كفورا نعم أحسن الله إذن هم يخلصون توحيد الألوهية في وقت الشدائد وسورة الزمر نقرأها نعم نقرأ سورة الزمر أولها قال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص فاعبد الله مخلصا له الدين هذا الذي أمر الله به وخلق الخلق من أجله وهو الإقرار بتوحيد العبادة أما توحيد الربوبية فهو موجود عند جميع الخلق ما عدا المعاندين منهم نعم قال الله عز وجل ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء في أول سورة الزمر ألا لله الدين الخالص يعني لا يقبل الله إلا الدين الخالص من الشرك لأن المشركين يخلطون بين توحيد الربوبية وتوحيد العبادة ولا يصلح هذا بل يكون توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية كلاهما خالصا لله عز وجل أما الأخلاص لله في توحيد الربوبية إذا مسهم الضر وقعوا في الكرب أخلصوا لله بتوحيد الربوبية وإذا نجاهم إلى البر أعرضوا عن توحيد الولوهية في البحر والخضر يفردون الله بتوحيد الولوهية لعلمهم أنه لا ينجي من الشدائد والكربات إلا الله ولكن إذا خرجوا من المصيبة أو من البأس فإنهم يشركون بالله عز وجل ويرجعون إلى الشرك بعدما أخلصوا لله وعرفوا أنه لا ينجي ولا يكشف الكربات إلا الله فهم يعني أعصون الله عن علم وبصيرة بتوحيد الولوهية نعم أحسن الله لك قال الله والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفاء هذا مقصودهم من الشرك ودعوة غير الله يقصدون أنهم يقربونهم إلى الله يعني بالشفاعة أنهم يشفعون لهم عند الله وهذا باطل أنهم يشفعون عند الله في كشف الكربات وجلب النعم هم مخطئون في هذا ومخالفون للفطر السليمة نعم أحسن الله إليك إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ألا لله الدين الخالص الخالص يعني من الشرك والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم أن يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله وهي زلفاء فهم يعبدون غير الله ويدعون أنهم يشفعون لهم عند الله هذا قصدهم من الشرك ويقول إنما نصل إلى الله بشفاعتهم هم لم يعتقدوا أن آلهاتهم تخلق وترزق وتشفي المرضى هذا يعترفون أنه لله هذا توحيد الربوبية وإنما يلجأون إليهم في كشف الكربات في كشف الكربات ودفع المصائب هذا الذي يرجونه من آلهتهم نعم بسم الله إليك والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفاء نعم يقولون ما نعبدهم أقروا أنهم يعبدونهم إلا ليقربون إلى الله زلفاء فهم لم يعتقدوا فيهم أنهم يخلقون ويرزقون ويخيون ويميتون هذا لله جل وعلا هم يعترفون بهذا وإنما قصدوا من آلياتهم أنها تشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى وهذا هو الموجود عند مشركي اليوم يقولون إن ضعف وهؤلاء يشفعون لنا عند الله الذين يعبدونهم من دون الله يقولون اتخذناهم للشفاعة فقط وهذا وهذا باطل لأن العبادة لا تصلح إلا لله سبحانه وتعالى لا تصلح لغيره كما قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم في سورة الفاتحة نعم أحسن الله عليك قال الله عز وجل إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار إن الله يحكم بينهم يعني يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فيحكم بينهم فأهل التوحيد يحكم لهم بالنجاة يوم القيامة وأهل الشرك يحكم لهم بالهلاك والعذاب والعياذ بالله نعم أحسن الله إليكم وبرك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجزاكم عنا خير الجزاء وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين